السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي الله معكم خليل خليل مدرس الرياضيات في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعلم قسمة الأعداد الكسرية أو ما تسمى بالأعداد المختلطة dividing mixed numbers هل لقسمة الأعداد الكسرية قانون؟ الجواب نعم طيب قسمة الأعداد الكسرية هل تشبه ضرب الأعداد الكسرية أم تشبه جمع والطرح؟ إذن القسمة والضرب لها نفس القانون إذن قسمة الأعداد الكسرية وضرب الأعداد الكسرية نفس القانون أما الجمع والطرح أيضا لهما نفس القانون طيب كيف أجمع وكيف أفون؟ كيف أقسم الأعداد الكسرية؟ القانون على الشكل التالي نحول العدد الكسري إلى كسر ونحول هذا العدد الكسري إلى كسر أيضا ثم نقسم كسر على كسر كما تعلمنا في قسمة الكسور العادية الذي سأضع لكم رابطه في صندوق الوصف نبدأ ثلاثة وواحد على اثنان كيف نحول هذا العدد الكسري إلى كسر اثنان ضرب ثلاثة ستة زاد واحد سبعة على اثنان تقسيم أربعة ضرب واحد أربعة زاد ثلاثة سبعة أيضا على أربعة الآن كسر تقسيم كسر ماذا كنت أفعل؟ كنت أقول الكسر الأول يبقى كما هو القسمة تتحول إلى ضرب والكسر الثاني نقلبه يعني الأربعة تصعد إلى الأعلى والسبعة تنزل إلى الأسفل ثم إذا كان هناك تبسيط أبسط قبل عملية الضرب لأنه أسهل هل يوجد تبسيط بين السبعة والإثنان؟ لا طيب بين السبعة والسبعة؟ نعم سبعة تقسيم سبعة طاروا مع بعض إذن سبعة على سبعة واحد سبعة على سبعة واحد الأربعة والإثنان هل يوجد تبسيط؟ أيضا نعم أستطيع أن أقسم على إثنان إثنان تقسيم إثنان واحد أربعة تقسيم إثنان إثنان الآن كسر ضرب كسر أضرب البسط في البسط والمقام في المقام يساوي واحد ضرب إثنان إثنان واحد ضرب واحد واحد إذن إثنان على واحد يساوي إثنان انتهى بهذا الشكل مثال آخر نغير اللون خمسة وخمسة على ستة تقسيم ثلاثة وأربعة على سبعة بداية ما هي الطريقة قلنا؟ نحول العدد الكسري إلى كسر ستة في خمسة ثلاثون زائد خمسة خمسة وثلاثون على كام؟ على ستة تقسيم السبعة في المقام تبقى في المقام سبعة في ثلاثة واحد وعشرون زاد أربعة خمسة وعشرون الآن الكسر الأول يبقى كما هو الكسر الثاني نقلبه الكسر عفوا القسمة تتحول إلى ضرب الآن أستطيع أن أضرب وأستطيع أن أبسط قبل الضرب ولكن أيهما أسهل الضرب قبل عفوا التبسيط قبل الضرب أسهل نبدأ هل يوجد تبسيط بين الخمسة وثلاثون والستة؟ لا طيب بين الخمسة وثلاثون والخمسة وعشرون نعم على كم أستطيع أن أقسم؟ على خمسة خمسة وثلاثون تقسيم خمسة سبعة خمسة وعشرون تقسيم خمسة خمسة طيب هل يوجد تبسيط بين السبعة والستة؟ لا بين السبعة والخمسة لا انتهى الآن نضرب البسط في البسط سبعة في سبعة تسعة واربعون ستة في خمسة ثلاثون طاحظوا الناتج هو كسر البسط أكبر من المقام إذن يجب أن أحول هذا الكسر إلى عدد كسري والطريقة الأسهل هنا أبحث عن مضاعفات الثلاثون الأصغر من تسعة واربعون ما هي؟ هي نفسها الثلاثين إذن التسعة واربعون أستطيع كتابتها بالشكل ثلاثين زائد كم؟ زائد تسعة عشر فعلا ثلاثون زائد تسعة عشر يساوي تسعة واربعون على ثلاثون الآن ماذا كنت أفعل؟ كنت أقول آخذ ثلاثون تقسيم ثلاثون واحد و المقام هو ثلاثون لا ننسى تسعة عشر على ثلاثون هل يوجد تبسيط بين تسعة عشر والثلاثون؟ لا إذن هذا هو الجواب النهائي طيب تعالوا نتعلم كيف نقسم عدد كسري على عدد نبدأ نفس الطريقة تماما ثلاثة في اثنان ستة زاد واحد سبعة على كم؟ على ثلاثة تقسيم الخمسة هو خمسة على واحد صحيح؟ صحيح يساوي الآن قسمة الكسر الأول يبقى كما هو الكسر الثاني نقلبه إذن والقسمة تصبح ضرب سبعة على ثلاثة ضرب واحد على خمسة هل يوجد تبسيط؟ سبعة والثلاثة؟ لا سبعة والخمسة؟ لا الواحد والخمسة والواحد والثلاثة؟ لا يوجد تبسيط نقوم بعملية الضرب الآن البسط في البسط والمقام في المقام سبعة في واحد سبعة ثلاثة في خمسة خمسة عشر لاحظوا البسط الصغر من المقام إذن هذا هو الجواب النهائي مثال آخر عدد على عدد كسري نفس الطريقة تماما العدد أضع له في المقام واحد يصبح كسر ثم نحول هذا العدد الكسري إلى كسر إذن الستة هي الستة على واحد قسمة اثنان ضرب أربعة ثمانية زاد واحد تسعة على كام على اثنان هل يوجد تبسيط بين البسط والمقام نعم الستة والاثنان أستطيع أن أقسم على كم على اثنان ستة على اثنان ثلاثة اثنان على اثنان واحد انتهى الآن ثلاثة في تسعة كم سبعة وعشرون واحد في واحد واحد سبعة وعشرون على واحد يساوي سبعة وعشرون هذا هو الجواب النهائي الآن عدد كسري تقسيم كسر ماذا أفعل؟ نفس الطريقة تماما هيا نبدأ خمسة في واحد خمسة زاد ثلاثة ثمانية على كم؟ على خمسة تقسيم ثمانية على ثلاثة وعشرون يساوي يساوي كسر تقسيم كسر ماذا نفعل؟ الكسر الأول يبقى كما هو خمسة هذه عفوا القسمة تصبح ضرب الكسر الثاني ماذا نفعل به؟ نقلبه يعني الثلاثة والعشرون تكتب في الأعلى والثمانية تكتب في الأسفل قبل الضرب التبسيط أسهل هل يوجد تبسيط؟ نعم من مع من؟ ثمانية والثمانية نستطيع أن نقسم على ثمانية ثمانية تقسيم ثمانية واحد ثمانية تقسيم ثمانية واحد طيب الثلاثة والعشرون والخمسة هل يوجد تقسيم؟ لا إذن البسط في البسط واحد ضرب ثلاثة والعشرون ثلاثة والعشرون خمسة ضرب واحد خمسة هل أستطيع أن أحول إلى عدد كسري؟ نعم أستطيع أن أحول إلى عدد كسري مضاعف الخمسة الأقل من الثلاثة والعشرون ما هو؟ هو عشرون إذن الثلاثة والعشرون هي عشرون زائد كم؟ زائد ثلاثة على خمسة الآن ماذا أفعل؟ فرق الكسر 20 تقسيم 5 4 3 على 5 هذا هو الجواب إذن نكتب الجواب هنا لكي يتسع لنا المكان للسؤال الأخير 4 3 على 5 ونمسح هذا الجواب الذي هنا نبدأ 11 على 7 تقسيم 1 1 و1 على 2 نحول العدد الكسري إلى كسر 11 على 7 قسمة 2 ضرب 1 2 زاد 1 3 الآن هذه القسمة تتحول إلى ضرب ونقلب هذا الكسر يصبح ضرب 2 على 3 إذن هل يوجد تبسيط؟ لا إذن نضرب الآن البسط في البسط والمقام في المقام 11 ضرب 2 22 7 ضرب 3 21 هل يوجد أو هل أستطيع أن أحول إلى عدد كسري؟ نعم ما هو مضاعف الواحد وعشرون الأصغر من 22 هو 21 إذن الواحد وعشرون زاد كم يعطيني 22 ساد 1 على 21 الآن 21 على 21 يساوي 1 و 1 على 21 هكذا نكون قد انتهينا من قسمة الأعداد الكسرية أعيد ما قلته في بداية الفيديو هذا الدرس موجود في سلسلة اسمها أساسيات الرياضيات بإمكانكم أن تبحثوا عنها على اليوتيوب وسأضع لكم رابطها في صندوق الوصف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا